ايه حكاية البصمة؟ ليه العاملين اتضايقوا من البصمة رغم ان هي كانت حاجة تنظيمية انت كنت عايز تضعها في المبنى ايه اللي حصل؟ خلينا نتكلم بصراحة البصمة مش على هوا بعض من الناس تمام عشان الناس دي ما كانتش بتحضر فيما سبيرو صحيح وفيهم ناس ما بيدخلوش المبنى ممكن يقعدوا بالشهور اه اللي هو البصمة مش المشكلة أجي أخد المرتب وروح بالضبط البصمة مش المشكلة عندنا انت عندك قليات أخرى بالتم عندك الدخول للمبنى بالكرنين مماغنط ده إثبات وجود سواء بالحضور أو الانصراف الحاجة التانية ما بتطلع للإدارة بتاعتك انت بتمضي حضور وانصراف صحيح فيبقى احنا ما عندناش المشكلة دي البصمة مع قواعد العمل اللي احنا عبتدينا نحطها المسبيرو وتغييرها في شكل الهيكل المالي أو الإداري بالإضافة لللايحة الموحدة اللي احنا عملناها دي تكملت المنظومة حوكمت المنظومة والدولة كلها هي بتنادي دلوقتي اللي احنا كلنا نعمل حوكمة رقمية طبعا مصر ماشية مصر الرقمية أصلا فانت مش هتبقى فاصلة ده انت كيانة الإعلامي اللي بتنادي بيدا مش هتعملية عندك طيب دي جات ازاي مشكلة عندنا التكدس اللي حصل في التجارب الأولى ايه التكدس اللي حصل انت عندك أبواب مغلقة أبواب مغلقة نتيجة الأعمال الخارجية البنية اللي بتتم حوالين ما سبيرو صحيح فأزوح فيه باب واحد صحيح توعب الناس في الدخول وما كانش فيه مشكلة لكن في الخروج عشان معاد واحد معاد واحد وده اللي احنا ابتدينا نبصله ما انت لازم تجربي تجربي وتشوفي أعمال البصمة وقفة دلوقتي احنا مش بنتعامل بيها لكن احنا بنبص كنا ساعتها لما دي تطبق هيبقى الموضوع شكله ازاي طبعا البيبان التانية ما هتفتح هتعمل عملية ما فيش تكدس فيها في الأماكن اللي زي كده صحيح دي خلقة احتقان عند بعض من الموظفين انا بقول عليهم يعني لسه مش ملتزمين فهي عملت مشكلة معهم بالاضافة برضو احنا بنسمحهم هو خلي بالك احنا بنتكلم عن عاملين اصدقاء زملاء اخوات صحيح حتى لو انت مش موجود احنا هنرعيك ونسمعك صحيح فوقفنا العمل بيها على طول قلنا لهم مش هيتم العمل بيها الا الاستفاءة الجميع اوجه النظم اللي احنا بنتعامل بيها للمنظومة دي اكيد ولو فيها ضرر بالنسبة لك هنوقفها برضو صحيح لانه في النهاية احنا ما سبيرو اللي بنصنع يعني محتوى بنقدمه لمصر كلها فاكيد احنا يعني بننادي بالرأي ورأي الاخر اكيد هنسمعه جوه المبنى وجوه بيتنا